اهتمام ألماني بالاستثمار في العراق وإقليم كردستان هذا ما بدى جليا من خلال مؤتمر الاستثمار المنعقد في مدينة أربيل بمشاركة نحو 250 شركة ألمانية مختلفة التخصصات المؤتمر جرى التنسيق له بالتعاون ما بين اتحادي الغرف التجارية والصناعية في كل من أربيل وبرنين نأمل من خلال هذه الزيارة سواء لنا نحن في غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية أو للشركات المشاركة في هذا الوفد أن تبدأ أعمال قديدة مشاريع قديدة الألمانية مهتمة جدا للتعاون مع العراق هناك مقالات تعاون كثيرة الطاقة بمختلف أشكالها إضافة إلى التجارة العامة والزراعة الحديثة والمناخ هي قطاعات أثارت اهتمامات الشركات الألمانية المؤتمر شكل بالنسبة لإقليم كردستان مناسبة للانفتاح على آفاق الاستثمار مع دول الاتحاد الأوروبي وهو عازم على جذب الشركات ومنحها التسهيلات التي هي بحاجة إليها طبعا في زيارة مع سيد رئيس الوزراء إلى ألمانيا في بداية هذا السنة الحديث كله صار عن مشاريع كبيرة مثل كهرباء والطاقة ومشاريع أخرى إملاقة يعني عراق يامل وإقليم كردستان بأن ألمانيا يقضون فتحيز جديد كبير في هذا المجال ألمانيا ورغم عدم إخفاء رغبتها بالتوسع في استثماراتها في العراق وإقليم كردستان إلا أنها لم تتردد في إبداء ملاحظاتها على ما يمكن أن يعيق تقدم المشاريع الاستثمارية العراق يعيش نموا سكوانيا متسارعة وما يقرب من 32% من السكان هم دون سن الخامسة والعشرين ورغم ذلك ما يزال العراق يعتمد كليا على واردات النفط القطاع الخاص ما يزال دون تطوير فيما دعم موجه بالكامل للقطاع العام والأمر ينطبق أيضا على إقليم كردستان ألمانيا مهتمة بشراكة مع العراق ومن ضمنه إقليم كردستان للإسهام في تطوير القطاعات المختلفة وتنمية الثروة المحلية ويعتقد القائمون على مؤتمر الاستثمار الألماني في العراق وإقليم كردستان أن استقرار العلاقة بين بغداد وأربيل وسماح بغداد للإقليم باستئناف صادراته النفطية من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين في السوق العراقية ويجلب المزيد من المشاريع التي يمكن أن تسهم بدعم الاقتصاد وخلق مزيد من فرص العمل يوسف الحسيني الحرة أربيل